السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في فيديو جديد من قناة فن وحسن ومعاكم عزبري والنهاردة هنعمل الزجزاج الجميلة دي دي صالحة للملابس والكوفيات والشلان والبطنيات سيما تشافينها هنا على بطنية بس انا هعمل لكم عينة الاول عشان هنعملها بلوفر وهاكارن بينها وبين غرزة تانية هحطو لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت الفيديو هعمل لها برضو فيديو مستقيل برضو زجزاج بس مختلف اختلاف طفيف نبتدي بسم الله ده بطرون بتاع الوحدة وهنبتدي بمضاعفات رقم 14 هنعمل مضاعفات رقم 14 وهنضيف عليهم اتنين سلسلة ونبتدي هنستخدم الخيط ده زي ما انا قلت لكم في الفيديو التحذيري بتاع المشتروات كنت جايب الخيط ده عشان انا قلت لكم هنعمل بشغل وفي منات كتير علقوا عليه وعجبكم ده خيط فوجي بالكيلو بيتباع بالكيلو بيتباع في محلات انا كنت حاطة تحت الفيديو مكان اللي انا اشتريت منه الخيط اه هنتدي وده ابرة اه رقم تلاتة تلاتة مليمتر هعمل مضاعفات رقم 14 واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر وهاكرر تاني اربعتاشر عملت مضاعفات رقم اربعتاشر وهضيف عليهم اتنين سلسلة هاخد لفة وهعمل عمودين كمان مجمعين من اسفل مع الاتنين سلسلة دول يعني هفوت اتنين سلسلة من تحت وفي تالت سلسلة هدخل وعمل عمود كده عملت عمودين مجمعين من اسفل هاخد لفة وهعمل سلسلة نقودنا في السلسلة عمود في السلسلة اللي جان بها عمود في السلسلة اللي جان بها كده عملت عمودين غير العمودين الأولين نے هعمل كمان عمود في السلسلة اللي بعدчи كده اللي عملت كده انا عملت هنا عمودينima imt2 سلسلة وعملتacak 3 عمودين مجمعين den 3 سلسلة التلات سلسل هنعمل 3 ع ug ما ا containing سلسلا وقف 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 لهم دفعة 나왔. نفس النفس الا انا عملته في التلاث س Gracie الابطلس العاددية. اخذ لفة وتعد في اول سلسلة واخد لفة واطلع من اتنين. اخamas واضح اخ 합니다. اخشнуться اسم Bil 거의 انخver mentre لفة وهو يتم لفة ثلاث سلسلة اخد لفة واطلع. واخد لفة واطلع اتنين. مع 4 لفات على الابرة هاخدهم كلهم واطلع منهم كلهم. كده. واضحة. التلس راس اللي جايين هعمل عمود فوق كل سلسلة. اني مش عارف غرزة العمود لو انت مبتدئة هتلاقي اا في القناة اا غرزة العمود والبداية. هعمل عمود فوق السلسلة اللي بعدها. عمود فوق السلسلة اللي بعدها. قلنا يا بنات اي شغل هنعملو مهما ان كان لازم نعملو عين عشان نشوف انقبرة الخيط اللي هيليق عليه ولا لأ. هي سهلة بنسباك ولا لأ عشان ما ترجعيش. تفقي. هنا بقى بص يا بنات. في الحي السبعة. انا عملت 3 عوامية مجمعين من اعلى و 3 عوامية مجمعين من اعلى. هنا هنعمل الجزء اللي هو بتاع التمانية ده. لبقى هنعمل العكس. نعمل 3 عوامية مجمعين من اسفل. هي بس دي التركاية اللي فيها. اي. هناخد لفة. وفي نفس السلسلة دي. هعمل 3 عوامية في نفس المكان. كده. في السلسلة اللي بعديها هنعمل نفس الحركة. 3 عوامية في نفس المكان. كده. كده. ثلاث عوامية فوق ثلاث سلاسل. هاي. عمود. وعمود. وعمود. اعملت 3 عوامية. كده انا اهو كده غلصت الوحدة. ان الباقي ده هيكرر نفس اللي حاصل هنا. مشانا بدأت هنا بتلاث عوامية هنا. ثلاث عوامية وهو هعمل. عمود. فوق سلسلة. الثلاث سلسل اللي جاي دول. ثلاث عوامية. وادي. عمود فوق تاني سلسلة. وعمود فوق. ثالث سلسلة. وهعمل. ثلاث عوامية مجمعين من اعلى. هاخد لفة وادخل. وعمل. نصف العمود بس. واسيب البيئي. كده. واسيب البيئي. واسيب البيئي. وقفل. بكلهم بغرزة واحدة. هعمل ثلاث سلسل اللي بعديها نفس اللي حاصل هنا. هعمل ثلاث عوامية. ثاني واحدة. وثالث واحدة. وهلموهم كده. اهي. بدأ الزجزاج. يبين. دعوان انت هكمل الاخر العدل انت عاملها. وبعدان انا جعلوكم عشان عاملكو اه تاني صف. اخر سلسلة. هعمل فيها ثلاث عواميض مع بعضي وفي نفس المكان. اه انا بعد ما اشتغلت حسن الابرة. اه ممكن توسع اه شوية تبقى ثلاثة ونص. بس شغالة رقم ثلاثة هي تبقى ديئة او حلوة. تمام? انا بس عشان تصوير. اه هعمل اتنين سلسلة. وهالف الشغل. في نفس المكان اللي انا وقف فيه. هعمل كمان عمورين. مطهر. هاخد لفة. فوق تاني عمود هيقابلني على طول. هعمل عمود. فوق رابع عمود هيقابلني. هعمل عمود. اللي هو زي اللي تحت بالضبط. هعمل فوق الاولينية اول عمود. هعمل فوقيه تلاتة. وبعدين تلاتة عواميض منفصلين. وبعدين هاخد لفة العمود التلاتة اللي جايين هعملهم مجمعين من اعلى. هور هلقوا على البطرون برضو. كده معي اربع لفات على الابرة هاخدوا بكلهم لفة واحدة. هاخد لفة وتات آآ سلاسل اللي هيقابلوني. هشتغل في ايوم تلات عواميض مجمعين من اعلى برضو. هاخد لفة. التانية. التالتة. وهلمون كلهم مع بعض. تمام? هيبدأ يبدأ. لما يتلون هيبدأ يباني ازقا زي". هعمل تلاتة عواميض منفصلين يباي حنا كده فهمنا. تلاتة مجمعين من اعلى. تلاتة مجمعين من اعلى. تلاتة عوامين من فصل. بعدينapatين تلاتة مجمعين من اسفل. تلاتة مجمعين من اسفل. تلاتة عواميض منفصلة. فهمتوا الفكرة فى ايه بنات. هانا اعمل. اه دي عمود الثانى. ادي التالت. انت بس تفهمي الفكرة اهين. عدوا قطة مجمع امتصلي ثلاثة عواميه ثلاثة عواميه ثلاثة عواميه ثلاثة عواميه ثلاثة ثلاث عمود منفصل على ثلاث عمود ممكن عمل breeze وديه وديه مع بعضيهم. ادي. امود. امود. هلمون مجرمعين من اعلى. كده. والتلاتة اللي جانبية هلمون من اعلى برضه. وادي واحد. اتنين. تلاتة. وهنلمون كلهم من اعلى. التلات عواميط اللي جايين. هنعمل لهم تلات عواميط منفصلة. وبعدين هنقفل. ايه. ما ننساش اخر عمود يبنات علشان بيفرق جدا في الشغل اللي معانا. اخر عمود بصوا تحيسن هو مش باين. خلي بنا منه. هنبقى تلات عواميط في نفس المكان ده. كده. ايه. باقت متساوية هي باينة جميلة. ده عبانات بعد ما استطرين خلصوا. هو بمان طبعا لما تلوني. بس انا حبيت اواريكم الغرزة. لان في ناس كسيب بتحكم على الغرزة بالالوان. مش بشكلها. هنعمل اتنين سلسلة. وهنكرر نفس اللي حاصل. في نفس المكان ان احنا وقفنا فيه. هنعمل عمودين. هنركز. هعمل. تلات عواميط فوق تلات سلاسل اللي جايين. كده. وبعدين قلنا. في السبعة. هنلمل الثلاث عواميط بغرزة مجمعة من اعلى. مع بعضين. كده هم. انت بس في الاول هتركزي. بعد كده هتلاقيها سهلة جدا. هنلمي الثلاث عواميط اللي بعديها. برضو. كده. خلاص. هيجي لميناه. هنعمل. ثلاث عواميط منفصلة. هظل نصف. تلات. ادي التاني. ادي التالت. في التمانية. اللي هي التمانية كده دي. هنروح عاملين هنا. هنعمل ثلاث عواميط. هنا. هنعمل ثلاث عواميط مجمعين من اسفل. يعني تلاتة في غرزة واحدة. واروح عاملة جنبيها. ثلاثة في غرزة واحدة. طبع انت بقى هتقيسي المقاس اللي انت عايزاه وهتشوف انت هتعملي آآ ادي ايه. هنعمل ثلاث عواميط منفصلة. فوق تلات سلاسل. نيجي. السبع هه. هنلم. الثلاث عواميط في غرزة مجمعه من اعلى. كده. هنعمل كلهم سوا. وهنعمل الثلاث عواميط اللي جايين. خلاص هو كله تكرار بقى. ميزة الغرزة دي اللي هو صف واحد وانت بتكرري الصف. ما فوش تغيير. هتلمون كلهم سوا. هتعملي ثلاث عواميط منفصلة. كده. ودايما يا بنات خليبها لكم مليساش آخر غرزة. آخر غرزة. هنعمل فيها ثلاث عواميط مجمعين من اسفل. وكده خلصنا الغرزة. اهي. ودا شكل الزجزاج يا بنات. بعد خلصنا ميزة الصف الغرزة دي ان هي عبارة عن سطر واحد بس وبنكرره. هو سطر. وتكرار بتاعه. مفوش اه اي اي تغيير يعني. فهي ده سهل علينا. آآ غرزة سهلة وبسيطة وسريعة. يارب تكون عجبتكم. ويتابقوني في الفيديوهات الجاية. لايك وشيري الفيديو. وحسن لي كومنت في التعليقات. قولي لي رأيكم ايه. هابعتلو الفيديو اللي بعديه على طول. هاوريكم الغرزة آآ التانية اللي انا قلتلكو عليها برضو زجزاج بس آآ بطريقة مختلفة فيها غرزة ضف في النص. هو زجزاج كتير جدا وانواعه كتير. فيه هاد وفيه آآ وفيه آآ لين. آآ فيه بارز وفي آآ صوفت مش بارز. فاشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.